أم جلد الزاد الآن وقد خرج الأهلي من الدور الأفريقي وتوقفت مسيرة الفريق الأول في التصنيف القاري الأهلي أول التمانية الكبار اللي شاركوا في هذه البطولة تعادل مبارح السلبي مع سانداونز الجنوب الأفريقي أوقف مسيرة الأهلي عند هذا الحد ليصعد سانداونز ويسافر إلى ملاقات الوداد المغربي اللي تمكن من إقصاء الترجي بركلات الترجيح بعد ما تبادل الفريقان الفوز واحد صفر كلا بملعبه إنما الحقيقة بعد المباراة ولازالت مستمرة في موجات من الغضب الجماهيري على الخروج في نوع من جلد الزاد موجود وفيه مسئولية في النقد الزاد المطلوب عشان تكون المسائل كلها موضوعية فأرجو أن يتسع لك أو يتسع الصدر لمناقشة فيها نوع من نقد الزاد أنت عايز الموضوعية؟ واستجلاء الدروس عايز الموضوعية؟ طبعاً يبقى علينا أن نحلل دون تبرير لا يستند إلى واقع وأن ننقض دون تحامل يستند إلى غضب إلى هدم الواقع دائماً ترى الحلول فيما لم يفعله الفريق ولا الكوتش يعني دائماً وأنت تقول إيه؟ حتى النهاردة ضربت الجزاء مثلاً اللي ضعت من معلول كان المفروض يشوتها مش عارف إزاي معين لو الجون كان فكر يروح ناحية تانية كان حقولك رماع في حتة ولعبها في حتة أنا لما تسألني أنا ضد أني لاعب يصنف أنه هو دا اللي يشوت ضربات الجزاء كويس إبه دا أول درس مش عشان معلول عمتاً أنا كان مع هادي خشبة أقول نفس الكلام مع شادي محمد كل الكبتن والعظام دول أقول نفس الكلام لأن فيها فيه قانون الاحتمالات دا قانون رياضي يقولك عندما تفعل الشيء عدد من المرات مهما كانت مهرتك هناك لحظة لابد أن تخفق دا القدوء لما ترمي الظهر وإنت عايز مثلا مش عارب يسموها دبش هل أنت عارف أنك لما ترمي هتجيب كده لكن لو رميت عشرين مرة هتيجي قانون الاحتمال بقولك ممكن تيجي مرة إذن أنت وأنت تلعب ما تعتمدش على أن الرجل دا بيجيد لأن لما ترجع لماتش السنغال ومصر فيه كاس الأمم الأفريقية مين اللي أهضر مين محمد صباح ومين زيزو فيه أحسن من دول بيشوت محلية الأفريقيا جاءت لك اللحظة بتعب قانون الاحتمالات طاعت لأن ضربة الجزاء هي فكر بين الحارس واللعب إذا فكروا تفكير واحد بتبقى الصالح الحارس إذا فكروا تفكيرين مختلفين يبقى أن الفروت ضحك على الجود ولا ضحك ولا عمل حاجة إلا فيه ناس تعمل تركات وتعمل حاجات ماشي إذا الدرس الأول أنا رأيي الاعتماد على أكتر من اللاعب أكتر من اللاعب عشان حارس المرمى كمان يبقى مطلخبة وعشان اللاعب يبقاش عليه لود عندنا بقى ده الناس كلها حتى ملفية وحاجة غريبة جدا حبرت تاريخ تقريبا داخلين وخارجيا المدافعين هم أصحاب الحظوة في ضربة الجزاء باجو ضيع إيطاليا زيكو ضيع البرازيل مرادونا ضيع ما فيش حد ما ضيعش شوف وخصوصا لما بيكون لعيب كبير لأنه بيبقى عايز يعمل حاجة ليها طعم مسئولية وعايز وانت لعيب كبير هتعملها لي زيك زي غيرك لو أنت أشرت النقطة مهمة أنه تثبيت اللاعب خلاص مبدئيا بقى له ستايل معين في التسديد زاوية معينة هو بيبقى في صراعة نفسي على فكرة يثبت ولا يغير حتى لو غير بيغيرها بطريقة هي دي مش زاوية مش زاوية معلول معلول التمال اللي بيحطها ناحة الشمال عادة يعني سبعين في المية وده اللي كان مؤكد في فكرة معلول يعني معلول هو بيلعب أولا جاءت التحليلات حتى في الفقرات التحليلية قبل الماتش في تليزيون عندنا الخبراء قالوا أصل الجون ده أبي رجله اليمين قوية فبيروح لناحية اليمين الكلام ده هو خليني بس أقف عندها شوية هو قيل هذا أنا سمعته من مدرب كبير في تدريب حراس المرمى وأنا بنصح علي معلول أن يلعب في الناحية الثانية طيب الكلام ده لما يترجم يبقى معناها أن خلي بالك احتمال علي معلول يغير زاويته ولذلك أنا ما بحبش قبل الماتشاط نتكلم في نواحي فنية طيب خليني في الجزية دي أقول لك ملحوظة فنية قالها كابتن أحمد شوية بصفته حارس مرمى طبعا كبير دورة أبطال أفريقيا السنة اللي فاتت يا جماعة أشهر ضربة جزاء ديئة بعض الناس اللي كانوا فاكرين إن الأهل يخرج ضربة أطهر الطاهر لعب الإلال السوداني ومحمد هاني ومحمد هاني قبليها على طول عشان هي نفس الشيء لتنين كانوا على نفس الحارس اللي صدها مبارح من علي معلول نفس الحارس اللي صده كورة أطهر الطاهر بالمناسبة تعرض لحملة شعواء جدا من جماهير الهلال ومن مسؤولين نادي الهلال إلى درجة أنه في اليومين الأخيرين تم فسخ التعاقد معاه ولسه له فلوسه عند إدارة نادي الهلال ودخل في مشاكل من يوم الضربة دي محمد هاني قبلها نفس الحارس صد نفس الضربة سنبا التنزاني الحارس بتاعه صد نفس الضربة من لعب سنبا تلت ضربات جزاء يصدهم نفس الحارس محمد هاني وأطهر الطاهر وعلي معلول الرابعة بس اللي أنا أصده قبل كورة علي معلول ملاحظة الكابتن شويركا حارس مرمى أنه التلت ضربات تسددوا في الارتفاع البسيط وهو شايف أن الحارس لقصر القامة بتاعته تحركاته في الكورة اللي هي فوق مش ارتفاع عالي ومش أرضية زحيفة بيتعامل معها كويس وقال إن التكنيج بتاع الحارس في الثلاث ضربات جزاء اللي صدوهم تقريبا من نفس الارتفاع المتوسط أو المنخفض اللي علي شاد بهم بارح ده خلينا نقول مع الجزئية اللي انت لحظتها بتاعت ضرورة تعدد اللعيبة اللي بتشوت ضرورة دراسة الحارس وقدراته لأنه حارس عنده ثوابق في الصد وكنا مؤهلين أو فيه احتمال برضو بنظرية الاحتمالات إن احنا نلعب ركلات ترجيح فبالتالي هيتشاط عليه كتير شوف أستاذ إبراهيم بشكل عام مش الحارس ده الكورة اللي على ارتفاع من خمسين سنتي لمتر أو أقل دي أسهل كورة الكورة الزحيفة الأرضية حتى لو الحارس بيروح لها لو بعيدة ما بيقدرش يجيبها الكورة اللي فوق الحارس ما بيقدرش يجيبها بس الكورة اللي فوق فيها عبق بيخافوا منها لأنها نسبة إخدارها عالية جدا إنها تطلع فوق العرضة تطلع غير متقنة يعني هي لعبة مش مضمونة قوي فكله بيلجأ لللعبة دي أكتر لعبة بتبقى سهلة على الفرود إيهي الارتفاع ده ولذلك معظم الحراس بيجيبوها يعني هاتليجون تقريبا جاب كورة زحيفة مش هتلاقي إلا اللي بتبقى في محيطه يعني طيب الدرس الأول مهم تعدد اللعيبة اللي بتشوت مش معنى كده إن أنا صح ده فاتي يعني من الدروس بس أنا طول عمري أنا طول عمري أقول إيه وما تخليش اللعيب اللي هو عايز يثبت حاجة يشوت آه عنده صراع نفسي آه ليه ما تخلص عليه ليه اللعيب جاي من مشاكل أروح مديله دي آه لو جات على الفاكر لو جات ما بياخدش كريدت لأنه بتبقى طبيعي الطبيعي المنطقي ناتول لو ضعت بقى بيضيع معاه آه فاهمني؟ آه فما فيهاش نوع من أنواع الدعم آه آه نمر اثنين